بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المشاهدنا الكرام نبينا صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم قال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كان من رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج أمره ربه سبحانه وتعالى بخمسين صلاة ثم لما نزل إلى السماء السادسة والتقى بسيدنا موسى عليه السلام قال له ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فقففها ثم عاد إلى سيدنا موسى عليه السلام فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فلا يزال صلى الله عليه وسلم ما بين ربه سبحانه وتعالى وما بين سيدنا موسى عليه السلام حتى خففت الصلاة من خمسين صلاة إلى خمس صلوات في اليوم والليلة وذلك من رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قيام الليل حتى تتورم قدما وعندما سئل عن ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا أي إنما أفعل ذلك حتى أكون عبدا شكورا ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يشفق على أمته من أن تفرض عليهم صلاة قيام الليل ففي شهر رمضان خرج صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فصلى من ورائه بعضهم وفي اليوم التالي صلى صلى الله عليه وسلم قيام الليل فإذ بالناس عددهم قد كثر وفي اليوم الثالث زاد العدد وامتلأ المسجد فجاءت الليلة التالية فلم يخرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس وذلك لأنه أشفق عليهم من أن تفرض عليهم صلاة القيام في شهر رمضان كان صلى الله عليه وسلم يحب السواك حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم رأته ينظر إلى السواك فأخذته وأعطته إياه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب عطية فأعطاه ثم طلب أخرى فأعطاه حتى قال شيئا فغضب الصحابة رضوان الله عليهم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه أن يقول خيرا بين الصحابة بعد أن أكثر له في العطية فقال نعم فلما جاء اليوم التالي قال جزاك الله خيرا من أهل وعشيرة فجعل الصحابة ينظرون إليه وقد وسعتهم الرحمة والمحبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل هذا ومثلي كمثل رجل عنده بعير فنفر هذا البعير فأخذ الناس يجرون من ورائه وهو يقول دعوني وبعيري فأنا أولى به وأعرف به فهذا الرجل قد جاء في نفسه وقد قال ما قال حتى إذا ما أعطي فقد رضي فإنه يقول خيرا الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم لما روى هذا الحديث قال ولقد قال ما قال وإنه إذا ما أقر عليه فإنه يدخل النار أي إذا ما قال هذه المقولة التي تغضب الله تبارك وتعالى فسوف يكون من أهل النار وإنما ألفه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الإيمان في قلبه بأن أكثر له من العطية لذلك تجد في الإسلام ما يسمى بالمؤلفة قلوبهم وهم الذين يأخذون من العطية حتى يدخل الإيمان في قلوبهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين